مالك في فترة كتب الزمالك بطل القرن الحقيقي او نادي القرن الحقيقي انما انا علشان اوصف الزمالك باكبر قلعة رياضية في مصر الزمالك من حقه يشوف نفسه اعظم نادي اكبر قلعة الفن والهندسة النادي الملكي جمهور وبيحب ناديه يطلق اللي هو عايز يطلقه لان بصراحة انا شفت الناحية التانية في النادي الاهلي من وحنا صغيرين معروب يقولك اعظم نادي في الكون اعظم نادي في الكون وما شفتش يعني ما كانش فيه اعتراض وهو سلوجن او تعبير عاشق لي النادي الاهلي انه اعظم نادي في الكون هل الاهلي اعظم نادي في الكون من وجه لقب بطولة لا من وجهة نظر محبينه شايفينه انه اعظم نادي في الكون شايفينه انه افضل مؤسسة رياضية في كل التاريخ الكروي فلاقيت الامر خدحيز اكبر مما يستحق مما يستحق ومنعشات اعلامية والنادي واعلام النادي الاهلي بيرد وانا اعتقد يعني انا بدأت اسأل قانونيين هل لو الزمالك مثلا كتب يفطى اكبر قلعة رياضية في مصر قالك لا تدينه ولا تسيء اليه ولا تضره بشيء ومش من حد يقاضي الزمالك الاهلي لما بيكتب الكابتن محمود الخطيب فكل احاديثه الاخيرة قالك اعظم نادي في الكون واهم مؤسسة رياضية في مصر ويء الشرق الاوسط فالاهلوية يقولولي طبعا طبعا ايه يا شريف مع الاهلي اعظم خلاص انت شايف نادي الاهلي اعظم نادي في الكون فمن حق نادي الزمالك وجمهوره يقولك انا النادي الافضل انا النادي الاعظم انا النادي الملكي انا الفن والهندسة من حق نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يطلق على نادي الزمالك ما يشاء من القب بما لا يتعارض مع اي لقب او اي مسمى قانوني تم منحه الى منافسيها او اي نادي اخر او اي نادي اخر فالامر بقى انت اتشديت انت حابب الامر بقى تقعد تناقش فيه طالهم نادي الزمالك ما ادركش بالامر ده تلما قلت نادي القرن النادي الاهلي رفع قضية محدش يعرف ما صارها ايه ازاي الزمالك يكتب نادي القرن والاهلي واخد تسجيل بسلوجن نادي القرن ويستخدامه اقتصاديا وتسويقيا وفي الجهات الاعلانية كلها خلاص انا باية ده انت خدت انت اصرت علي واصرت على استثماراتي فتشال من على بوابة نادي الزمالك وعلى فكرة اللي شال اليفطى بتاعت نادي القرن الحقيقي هو كان الكابتن حسيل لبيب يعني اللي شال اليفطى فضلت لغاية مجلس الكابتن حسيل لبيب ماجه وهو اللي شالها هو اللي نزلها قالك احنا مش لقب نادي القرن النهاردة بقول لك اكبر قلعة رياضية ده مش لقب ده مش بطولة يعني مثلا مش بطولة واخدها النادي الاهلي او لقب قانوني واخده النادي الاهلي فالزمالك هيضره فمن حق النادي الاهلي يرفع قضية ولي لا لو الاهلي شايف نفسه متضرر من اطلاق نادي الزمالك ومجلس ادارته ومسؤوليه واعلامه وجمهوره شايف انه متضرر من اطلاق كلمة اكبر قلعة رياضية في مصر خلاص في القضاء موجود وفي المحكمة الرياضية الدولية كاس في الفيفا موجودة يقدر النادي الاهلي يستحق يعني ياخد كل الطرق القانونية للحفاظ على حقه ولكن لغاية هذا الوقت يطلع بقى نادي الزمالك يقول اكبر قلعة رياضية افضل نادي في المجرة يقول اللي هو عايزه وعشقا في النادي بتاعه ننفرد محمد رمضان يرفض لجنة التخطيط ويرفض لجنة التعقدات ويطالب بتعيين مدير كرة جديد على مدار الفترة